عموما خبر إضافي يخص النادي الأهلي قرر كابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي إيقاف كلا من هانا جودة ومريم الهضيبي لعبتين تنس الطاولة بالنادي وإحالتهم إلى التحقيق اللي حيتم النهاردة وذلك لقيامهم بالحديث عبر موقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق اللي بيتنافع مع سياسة النادي وثوابته أنا ريت الخبر ده فعلا برحب الليل يا كريم وزعلت شوية لأن هنا جودة يعني وتكلم برضو مريم الهضيبي من النماذج عندنا للفتيات المحترفات في النادي الأهلي وطبعا فكرة أن أنت بتنتمي ليه كيان معين وكيان زي النادي الأهلي لازم أن أنت كمان كلنا يعني كلنا لازم نلتزم بقواعد معينة طبعا لو حد تجاوزها بيبقى في عقاب زي ما احنا بنقول لأن الموضوع مش سايب بس يعني في باطل الأمر طبعا حاجة تحزننا لأن ما شاء الله برضو حانا يعني من يعني حاجة جميل كوادر اللي إن شاء الله ليها مستقبل كبير جدا ولكن ربما التحقيق ده اللي هيحصل ليخليها حتى تتعلم أو تخلي أي حد يتعلم من أي حاجة زي كده لأن فعلا ممكن اللي بالك السوشيال ميديا ممكن تجر الناس تجر اللاعب تجر أي شخص مهما كان لسكة أو لمنطقة هو في غنى عنها فبعض الأحيان إحنا مش حابين إن إحنا إيه يعني ندخل في ده معظم معظم أن العكاسات السوشيال ميديا على الرياضيين على الرياضة ذات نفسها حتى اللحظة أنا شايفها سلبية أكتر ما هي إيجابية طبعا ديها دور فعال من زوايا معينة بس أغلب الانعكاسات بتاعتها غالبيتها لما تركزي كده وتفنديها هتلاقيها حاجات كلها سلبية وممكن جدا تلاقيها ممكن كمان جزء كبير منها أصلا ميبقاش حقيقي يعني حاجات حد قاعد بيفتي فجرامي جملة جملة دي انتشرت انتشار النار في الهاشين فأصبح الأطراف التانية مضطرين إن هم يبرروا موقفهم أو يوضحوا الصورة أو 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 طب ما الناس لو ركزت في اللي هي بتعملوا بدر الهاري ده كله أنت فاهمت إزاي؟ وفي بعض الأحيان فعلا بيبقى عدم الرد أفضل فعلى كل حال إحنا أكيد هنتابع النتيجة وحنبلغها لحضراتكو في الأيام القادمة